مشاهدين موضوع اليوم هو فتح ملف ميراث المرأة ونعرفين أن هذا الملف أو هذا الحكم يكاد عند تطبيقه في بعض أو في كثير من البلاد الإسلامية أن يرد أو يرجع المرأة إلى عصر الجاهلية قبل الإسلام بفضل حيل بفضل تصرفات قد تأتي من الأباء أو قد تأتي من الإخوة أنفسهم الكل يتلاعب في ملك قرره الله سبحانه وتعالى بنفسه وقال يوصيكم الله وقال فريضة من الله إذن هذا الإقرار من الله سبحانه وتعالى على توزيع الحقوق على أصحابها ذكورا وإناثا من لم يلتزم بهذا التوزيع فقد خرج وتعد حقوق الله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا الحقيقة بنعنون هذه الحلقة أو هذا الملف عودة بالمرأة للجاهلية قبل الإسلام والبعض طبعا دخل في موضوع المساواة والمطالبة بالمساواة والجمعيات النسائية وغير ذلك من المطالبات التي نشهدها وعلى العكس من ذلك البعض إما حرم المرأة تحريما تاما من نصيبها وإما نقص أو نقص أو أنقص في هذا النصيب وإما ونظر إلى أن المرأة مخلوق لا يستحق هذا الملك فوجده أو أضافه لملكه وحرم الأنثى من هذا ونحن حينما نقول مراسة المرأة نفضل مراسة الأنثى وحدة تقول لي طب لماذا؟ إيه الفرق بين المرأة والأنثى؟ أقول أن الأنثى تشمل أو تشتمل على جميع المراحل وزي ما احنا عارفين في القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم وأيضا في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى وأيضا في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى إذن الله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الأنثى في كثير من آياته ولم يطلق المرأة أو لفظ المرأة إلا على البالغة أو إلا على الزوجة المتزوجة ولذلك إحنا قبل أن نبدأ في بيان كل ما يتعلق بهذا النصيب أو هذا المراس لابد أن نضع له بعض التمهيد من حيث تعريفه من حيث أركانه من حيث أسبابه من حيث حرمان أحد من حيث منع أحد إلى آخر هذه المصطلحات التي ينبغي أن نعرفها للإخوة والأخوات أنا لن ألجأ إلى منهج الحساب أو توزيع التاركة لا إحنا بنتكلم على أهداف بنتكلم على أهداف هل يطرى لما ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجل ضعف المرأة في أغلب الأحيان هل سبحانه وتعالى يتعصب لأحد الذكر عن الأنسة وهو الذي خلق الذكر والأنسة أم أنه سبحانه وتعالى نظر إلى اعتبارات معينة اعتبارات اقتصادية اعتبارات اجتماعية اعتبارات مسئولية اعتبارات إلزامية وبعد ذلك حنرى إن شاء الله معا أن نصيب المرأة على الرغم من أنه في أكثر الحالات هو نصف نصيب الرجل حنرى أنها هي التي تأخذ النصيب الأكبر إن شاء الله حنثبت هذا معكم